بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي على خير إن شاء الله مع لمادة OOP طبعا هذه المادة هنشتغلناها السنة بشكل مختلف خدنا جزء البيل قوي من الكورس في البيزيكس البايسون لأن الترميل الثاني كان هناك كورونا وكان لسه ظاهرة جديدة وطبعا الآخر بقى أبحث يعني من الآخر ما تعلمناش برمجة قوي فكان لازم أبدأ من من بدأنا السياد ده أخد مننا وقت كبير جدا لحد الحمد لله ما عدناها وأخدنا إلى حد ما جزء مرضي في OOP طبعا يعني كان فيه بصراحة لها تكملة يعني لها حاجات ما تتاخد تاني بس إلى حد ما يعني ماشي يعني برضو كورونا برضو كانت مستمرة وخدته أجازة وبعد رجال تاني الامتحان فعني الحمد لله نقدر نقول ممكن نكون نعدينا بالمادة إلى بر الأمان طيب جاء بقى دلوقتي الامتحان والامتحان بإذن الله بكرة طبعا هنعمل ايه زي ما اتفقنا كمعها زي ما عملتلك بوسط كده على الجروب لازم نلتزم بالجزء اللي اخدناه بمعنى عندك قام واحد البي دي اف اللي بعتها لسياتك لازم تتقرى كواز جدا ولازم كل كود فيها يتنافس سهل بسيط صعب مش صعب بعد إذنك اكتبه بإيدك تقولش أنا فاهم فاهم واتعدي اسمع مني خلاص لازم تتقرى كل حاجة خلاص كود صغير فاهم وحافظه مش عارف ايه معلش اكتبه بإيدك وانت بتكتب صدقني وتتعلم حاجات كتير جدا فبعد إذنك البي دي اف تتقرى كواز جدا طب لقيت حاجة صعبة في البي دي اف عندك الفيديوز بقى اسمع الفيديوز اللي هي مركونة بقالها من ترم الناس المشاهدة عليها يعني قليلة جدا يا جماعة دي معمولة اه يعني ما فيهاش مكسب مادي ولا اي حاجة فما تقولش بقى الرجل ده عايز يخلينا نشوف لا والله ده مصلحتك ليه مصلحتك ودي المادة بتاعتك وانا مش عاملها عشان مكسب مادي ولا شو ولا اي حاجة دي الوجه الله تعالى ولسيادتك برضو يعني بحيس يقول لك كده ترجع لها وعمل فيديوهات صغيرة ووقتها صغيرة عشان سيادتك متملش انا ممكن اعمل لك كده فيديوهات ساعة و ساعتين ومعدنش ربق بالتفصيل الممل وانت تهرب مني لا اعمل لك حاجات بسيطة وسهلة وفي ثواني تعملها يعني انا ما اصدتش اطول فيديوهات سيادتك تستوعب وتشبك symbols مهم ان شاء الله وانشوف كده هيا الشكل متحان هايبقى ازاي واناخد اهم الاسئلة او شكل اسئلة اللي ممكن يليك زيها ان شاء الله بكرا بحيس ما تحسش ان انت غريب في اللجنة او تحس ان انت مستخدم المتحان صعب ان شاء الله بكرا هتطلع مبسوط افتكالها كده بكرة اخذ النهار لما تطلع هتطلع ان شاء الله هنشوف بقى كده الدنيا ماشى ازاي ان شاء الله يا جماعة الوب ايكزام هيدي لك 35 جملة هي الامسي كيو اللي هي multiple choice questions كل نقطة عبارة عن دراجتين اضرب 35 جملة سبعين دراجة اذا امتحنا بكرة ان شاء الله عبارة عن سبعين دراجة حلو طبعا انتوا قبل كده اه يعني اتمرنتوا واخدتوا امتحنات على البابلشيت وعارفين البابلشيت اللي بيحصل فيها طبعا بيستخدم اهم رصاص الاختلاف السنة دي ان النموذج بيجي لك ها النموذج بيجي لك هو متظلم ايه يا بيه في ناس في امتحنات اخرى اركز وانتي بيه يعني هو بقى ايه اللي جايل ومش عاجبه فهنا جايل من خليها بيه نصيحة مني بتعملهاش انت كده بتسقط لبسك في الامتحان بصوص هو جاتلك ايه خلاص ايه جاتلك بيه خلاص بيه بس اما عاجل تتابع ايه تتابع الموذج بتاحها يعني انت ما يجي لكش اه 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 بي وانت بتحل ايه ركز خلص اه طبعا انتو اسكن من كده بكتير فا ان شاء الله الامتحان جاي خمسة وضعتين نقطة امسي كيو اه كلهم اختياري كلهم اختياري خمسة وضعتين نقطة اختياري اجابة عن دسعتك فكر بالراحة كده وما تستعجلش وعلى فكرة الاسئلة كلها مباشرة يعني ايه هتقول بقى اختراحمة بقى بيلعبنا بيزاولنا مش بيشتغل لا خالص خالص ماشي يعني ما تلاقش الامتحان انا عارف الظروف وعارف اللي حصل وعارف انتو خدته اجازة اعتقد كوي كلكم سيتو فيها اللي انتو دلستو فما تلاقش يعني اه اه انا صبرت اه ديك وان شاء الله يعني انا اتوقع الامتحاد ده محدش هيشيله ليه سهل جدا وبسيط وهتخش هتلاقي الدنيا اه يعني مرتاحة ان شاء الله خلاص طيب كيفية الكلام بقى عزيز بقى نخش بقى على الاسئلة كده ونشوف الامات طيب يلا بس بسم الله انك معاك امتحان ايه ولا بيت قول لي يا عمي دي محتاجة حاجة معلش غير كانشوتر وقع فيها وقع فيها كتير طبعا كامتحان سهل وبسيط ها وقع فيه حاجة يعني غليبة وبعد يزنك ايه راكس طيب ادخل بقى كده على ايه لك حاجة زي كده جماعة طبعا في الامتحان متاع بكرة ان شاء الله هيجي لك كزا نمط من اسئلة هيعمل امات بقى عشان اخد بالي طيب ماكس هيجي لك اسئلة اللي هي اه يعتبر ايه اللي هي النظري العملي يعني هي النظر العملي يعني هي اه بتشرح اه حاجات في اللغة ولكن بشكل نظري زي ايه اللي اقدام في اضافة ده يعني مناخر مش جيب لك فيها كود مش جيب لك كود ده انا مسميه النظري العملي يعني هو اه اه جزء من لغة البايثون جزء من المنهج بتاعنا اللي هو ال او بي ولكن مش فيه كود عشان كده انا مسميه ايه نظري ايه عملي نص طيب طيب السؤال بيقول لي ايه البرانت كلاس is the class being inherited from also called بقيتмcy i ثم في ser binder from only Holding يوجد عندي كذا كده电ي اكأن فتركيز واو انت بدائج الورقه اللي هو هجه اسمها perde ان يوجد خFreunde roduction حجه اسمها الدور دور طيب حسنا يوجد قول الكرد بقيتم البرانت البرانت يعني الاموي انا مش عايز التجربة حرفية يعني is the class being inherited from اللي هو ايه؟ اللي هو ال class اللي يورس منه يعني هو اللي هيورس لناس تانية هو الاساسي يعني also called اسمه ايه؟ هل derived؟ لا child؟ لا hybrid؟ لا هل هو base class؟ يبقى خد بالك بقى يبقى طلعنا من هذا السؤال بمعلومة ضريفة ايه المعلومة؟ ان ال class الرئيسي اللي هيورس لقلاسات هايورس لي مش هيورس من هايورس لي كلاسات تانية اسمه parent class وفي دوايا اخرى اسمه base class ممكن اديها تعريف كده؟ اه بس كده على السريع كده parent class is the class being inherited from also called base class يبقى parent class هو class being from اللي هيورس منه او هورس منه خلاص ويسمى ايه؟ base class طب بحيث لو جالك السؤال من ناحية التانية قال لك ايه بقى؟ قال لك لا ده هو class اللي هي inherit from another class يعني هيورس من class اخر اسمه ايه؟ child class class او derived class احد اقول لك ايه؟ لا الموضوع ما فيوش اي حاجة دلوقتي عندنا اربع مسميات اتنين و اتنين اتنين في صيد و اتنين في صيد اخر بالبلد اللي هيورسه اللي هيورسه اللي هما الاساس او الاصل اللي هيورسه يا اما اسمه parent يا اما اسمه base حلو؟ طيب اللي هيورس بقى اللي هي inherit from another class اللي هيورس يعني اللي هيورس نفسه خلاص من يعني من شخص اخر او من class اخر يبقى اسمه child class او derived class حتى ترجمتهم بالنغة يعني واضحين يعني الاصل اسمه parent طيب اللي هيورس منه اسمه child الاصل اسمه base طيب اللي هيورس منه اسمه derived شايف؟ خدس فيه لوجيك حتى في المسميات حلو نروح للسؤال الثاني which of the following option is not a core data type in the python language وحد يقول لي انا عندي مشاكل في اللغة يامة وانا مشكلة حاجة واحدة بس لو حد فهمني السؤال هتلاقيني صواريخ ياريس 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 احنا بناخد english تخصصي يعني c is english كلها مصطلحات انت لو عرفت المصطلح اللي في الجملة هو عايز ايه؟ خلصت انا مش بقول لك خد كورس محادثة واتكلم فهمني بس الناس بتصعبها على نفسها وعلى الاخرين يعني هنا انت بص كده في الجملة دي روح كده اللي دي تضايب بيقول لك من في دول مش دي تضايب مش نوع من انواع البيانات الديكشنري نوع من انواع البيانات الليست نوع من انواع البيانات من اللي مش نوع من انواع البيانات الكلاز الكلاز يا جماعة is not a core data type خلص طب واحد يقول لك ايه؟ اللي احنا قعدنا خدناها في البيسيكس بتاعة البيسون ثم على السريق كده هم كثير جدا بص شك بص شك string integer complex list double range dictionary set ايه؟ 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 احنا بناخد اهم البيسون احنا لو خدنا البيسون بالتفصيل ممكن ناخد اربع سنين ندرسه وقعد نفتج اللغة برمجة اللي احنا بناخدها في شهرين تادا وخلصناها او انت بتسمع كام فيديو على اليوتيوب او بتقفل اه يعني بتقفل كده لستة على اليوتيوب او بلايه لستة على اليوتيوب هه؟ عشرين فيديو بخمس ساعات وطلع تقول انا برينس وايسون لا طبعا انت بجنر لحد ما يبلغ صاحب خلاص رايز احنا احنا بناخد هل تقفل كام فيديو بخمس ساعات لسات وطلع تقفل بخمس ساعات وطلع تقفل بخمس ساعات بخمس ساعات لكي يوجد ديتا طيب حلو قوي وبالك هاللوقتي المصبص بيديك ايه؟ بيديك اسئلة ها؟ اه زي ما قلنا نظري انها نظري ولكن هي اه لحاجة عملي خلاص؟ طيب السؤال اللي بعد كان ايه؟ اكبر سبب ان انا استخدم البوليمورفزم تكلمنا جماعة عن البوليمورفزم وقلنا هي عبارة عن تعدد الاوجه الاوجه ان انا ممكن استخدم الحاجة باكثر من شكل يعني تديني المرونة ان بدلا ما الحاجة او الفانشن او الميثود بيستخدم في غرض واحد لا انا بخليه ايه؟ حاجة اسمها مالتي بيربوس يعني متعددة الايه؟ الاغراض فانه جملة من هنا ها؟ هي اكبر سبب ان احنا نستخدم البوليمورفزم بص بقى بيستخدم البوليمورفزم بيبقى تصميمه ذكي بيبقى اسهل جدا انك تعمله صيانة وتعديل فعلا هو ده عشان انا بستخدم فانشن او ميثود باوجه مختلفة باشكال مختلفة فانس ان انا اغيرت في الشكل الرئيسي اغرف كل حاجة خلاص؟ ده يا جماعة ايه؟ اكبر سبب ان استخدم ايه؟ استخدم البوليمورفزم حلو قوي اللي بعده اخش بقى ايه؟ في النوع الثاني اللي هو يجيب لك كود ويقول لك ايه؟ ها؟ جملة عليه هل انهي واحد من الكود في الاكواد دي؟ بيعبر عن حاجة اللي هجيبها لك فهنا بيقول لك ايه؟ هو عايز هو عايز يكريت ان امتي كلاس يعني كلاس فاضي خلاص؟ ونبدأ ايها حلو ايه؟ ايه؟ حلو انهي جملة من ايه؟ ها؟ ها؟ هل كلاس ايه؟ واء؟ هل كلاس ايه؟ وانا هل كلاس ايه؟ وخلاص؟ وانا بيقول لك تزنط إيه؟ ل mosbymbol تصنع المفضل يعني مش ممكن تعمل كلاس فاضي طبعا ايه مش ممكن؟ كلها مش ممكن كلاس ايه طبعا ممكن طبعا كلاس ايه؟ نقط تلك نور بي اللي هو واختار الثاني اللي هو class A و pass وحنقول لك ما فيه class A في الأول وفي class A في الثالثة لو انت عملت class A و return البيثون هيزع لك يعني ايه؟ هايقول لك ايه اللي موجود جوه class سيبه فاضي ايه؟ خلاص؟ ونفس الكلام اللي هي class A برضه وصيبها كده فاضي هايقول لك كمّل يا عم ايه اللي جوه class ايه اللي جوه class خلاص؟ امت بقى في الحالة او الحالة الوحيدة اللي سيبنا عد فيها لما جيب له كلمة ايه؟ واناها فيه اساسيات البيثون واناها دي انا بكاريت حاجة حاجة معينة او class معين ومش عايز اكتب فيه دلوقتي حاجة عايز اكتب كلمة يعد يبقى pass خلاص؟ تمام what is the maximum length of an identifier in python؟ سؤال تاني في الاساسيات واحد هيقول لي انت ليه جاب الاساسيات؟ ما عليش ما احنا اخدناها السنية ها؟ احنا اخدنا الاساسيات واخدنا الو بيه لازم اجيب لك اربع خمس ادافة امتحان من الاساسيات خص؟ what is the maximum length of an identifier in python؟ وهنا اخدنا الاساسيات اخدنا الاساسيات اخدنا الاساسيات 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 سواء لمتغير او class او method او function هل هذا الاساسيات الاساسيات هو عدد احرف معين 32 31 64 لا طبعا لا 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 عدد احرف ايه معين هي none of the mentioned يعني ليس ايه مما ذكر خلاص؟ طيب السؤال اللي بعد كده نقط function نقط function نوع من انواع function that will make the child class اه 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 يرجع نقول داني parent will base will child will derived child ده اللي هو class اللي بيورس من class اخر حلو نقط function نوع من انواع functions that will make the child class inherit هتخلي child class inherit all the methods كل and properties from its parent from the parent هتخلي بالك هتخلي كل كل حاجة هل self هل underscore ها هل super 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 function هي نوع من انواع functions التي انا بستخدمها في او او ال child بيستخدمها عشان ينهلت كل حاجة كل ال methods وكل ال properties من ال parent او base class بس نوع من ال self وانت ولا ال bus بعيد خالص يبقى يسمعها اسمعها super function طيب السؤال اللي بعد كان what is the instantiation in terms of oop terminology نخذنا كلمة ونعمل في ال oop السيادي حاجة اسمها instance المصطلح الكبير اللي هي instantiation يعني ايه يعني انا باخد نزخة ها من ال class وهدول لي يعني هو ده خلاص هو المصطلح ده معناه كده ان احتفقنا ال class يا جامعة هو ايه blueprint يعني ايه حاجة كده انت بتكاريتها خلاص بس بعد اذنك ما تستخدمهاش طبعش هستخدمها لازم اعمل نسخة منها instance منها اللي هي object هو ده بتاع ان اخد نسخة من class على طول creating an instance of class على طول ان اخد نسخة من class هو ده معنا يا جامعة هذا هذا المصطلح حلو نسخة اوش تقليل اللي بعده اه جلنا بقى دلوقتي النوع الاخر اللي انا كنت بتكلم عليه وده ممكن يجيلك ست سبعة جمل في الامتحان منه خلاص ان يجيل يجيلك كود ويقول لك الكود ده ها بيعبر عن ايه او ال او اتبوت ايه خلاص او اتبوت ايه خلاص لانتحان مش يجيل اكتف كود ايه ما نقول انه يجيل لك 35 من اختيار يبقى سيادتك اكتف كود خلاص هنا بقى انهى نوع ممكن من الانهيريطانس نوبة انهى نوع من الانهيريطانس كل نوع الدول ايه انهى واحد انهى نوع حيث تعالى من ال verse بما بما عمل class B هيورس من A وبس عمل class C هيورس من B وبس ايه ده ايه ده تصديق النقط الجسد لا يوجد الدي هص dzieciف التي يكون فيها خلاص A اللي هو زوجها بي وفيه عندي class B اللي هو زوجها ده اسمه يبقى مالتي ليبل انهيرتنس مالتي ليبل انهيرتنس نص وراسة ها وتعدد المستويات كل واحد بياخد من اللي قبله يبقى الايه هنا هو ايه البص الكبير من ورس منه البي من ورس من البي السي من ورسم السي الدي وهكذا بقى من ورسم الدي ال ايه وهكذا لان ما اسمها مالتي ليبل انهيرتنس واحد بس وكل بياخد منه والب اسم من ال ايه والادي ليبل اسم ال ايه ده اسمه مالتي ليبل يعني ايه مالتي ليبل يعني كل واحد بيورس من اللي قبله يعني عبارة عن الليفل الكبير الليفل الوحش اللي هو ايه? خلاص? اه اه البي بيوجد من ايه? والسي من البي والدي من السي والاي من الدي وهكذا. دي اسمها ايه? اسمها مالتي ليبل اني هنتنسى. خلاص? طائم. السؤال اللي هابسؤال لكده اللي هو ايه? اللي هو اهم فايدة انا بستخدم في ايه? لكن انا بقى عايز دلوقتي عايز جملة بتصف جيدا معنى يعني ايه? يعني انا بسمح للوبجيكتس خلاص? الكائنات من انواع مختلفة وسلوك مختلف ان هي تعامل كما لو انها نوع عام. يعني ايه? يعني الوقتي عندي فونشن باكريتا. عندي مثود باكريتا. هذه المثود انا ببدأ اخليها متعدية الاوجه. يعني ايه? يعني بتستخدم في هنا لاستخدام معين. وهنا استخدام معين. طبعا يا جماعة انا بشرح يعني بسرعة. نسيادتك بقى يعني بعد اذنك روح للفيديو. راجع على الكود بتاعها. يعني ده الرفرنس فيها بس احنا هنا بندى شكل الاسئلة سريعا. المرجع بتاعتك البي دي اف هي بتسمح للأوبجيكتز من ديفرنس طيبس انواع مختلفة وسلوك مختلف ان هي تعامل كما لو انها ايه? كما لو انها نوع عام. بص? طيب. السؤال اللي بعد كده. اكلاس باريابل اكلاس باريابل اكلاس باريابل اكلاس باريابل اكلاس باريابل اللي جوه الكلاس. حلو? او اللي جوه الانستانس. اللي بيشيل ديتا. يعني 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 فيه جوه ديتا. اسمه ايه? اسمه ديتا ممبر. اسمه ديتا ممبر. خلاص? اتفقنا يا جماعة. اتفقنا. ان في جزء في جزء اللي انا بعبر فيه عن المتغيرات. هذا الجزء انا بسميه ديتا ممبر. ارجع للفيديو لو سمحت. بص? طيب. سؤال اخر. سؤال اخر. بس بالكود بقى. what will be the output of the following python code? بص? بيقولك ايه? ايه الناتج بتاع هذا الكود. كلاس ايه? كلاس ايه? بص. كلاس بي هيورس من ايه? بص. اعمل اوبجيكت. ها? من البي. اوبجيكت بيساوي البي. كلاس? اعمل اوبجيكت يعني عشان ينقص به ايه? يستعمل. ها؟ اه؟ اعوض افكر. خذناها مين? تمام. هي عبارة عن ايه? عبارة عن مثل او بتشتغل على ها? برامترز. جابلك هنا تحت هنا. قال لك ايه بس وقلاس اه بي ورس من ايه? اه بس. طب اعملنا من الكلاس بي. وقال لك ده بقى كمه ايه? طبعا الاول واهلة. الاول واهلة. ايه ناس يجي تقول لك ايه? اه. قال لك از انستانس. روح شوف الابجيكت اللي هو او بي جي. كمه ايه? الطيب بتاعه ايه? هل لدي عام? ده هو جاي من بي. طب بي جاي من اين? جاي من ايه? يبقى هل الجمهة دي? هتدي او او فولس? جماعة از انستانس بيرد بي رد يا فولس. خلاص? فدلوقتي هو بيقول لك. هذا الابجيكت. ايه الابجي. ها? هل هو ايه? طيب بتاع الايه? اه. اه. هو طبع البي. اللي هو جاي من الايه? يبقى الجملة. الجملة. صحيح نحن اخذ نتمامها جميلة. انا حنا حتى اخذنا مجموعة من خلاص بتشتغل على تمام منها اه او 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 ان هي بتحذف يعني معين من فهنا طبعا اسمها هل هي لأ هل هي مش عارف اه اف كزا لأ هل هي هل هي هي هتحذف الاتريبيوت كيف دي اسمها واضحة جدا يعني واضحة جدا يعني اسمها هي هتامل يا جماعة هتحذف الاتريبيوت كويس بعد كده ايه الناتج بتاع الكود ده ايه اللي قده بقى تعال نشوف كلاس ايه مكاريت كلاس اسمه ايه واحاطة الكنسيطور بتاعه هتحالى هتحالى الكوستور اندرسكور 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 سلف والاكس بيث او واحد خلاص بسلف ضط اكس بيث او اكس وبعدين اعمل الكلاس تاني اسمه الير هيتورس من الايه نضع الوضع على المين راح على الدرية المين وعمل object من الدر در ده الكلاص اللي فوق اللي هو وارث من ايه ركز هنا عمل object من الكلاص اللي اسمه در اللي هو الكلاص ده اللي هو اسم من الكلاص ايه print obj.x obj.y هات لي عام قيمة x لتبع object وقيمة y تبع object هو دلوقتي در هنا دلوقتي در هنا دلوقتي وارث كل حجم يعني معناها ايه ال variable ده او ال x بساوي واحد بقى تبع در بقى هنا x وفي هنا y بساوي اثنين هو عايز بقى قيمة x وقيمة y تطلع ايه تطلع واحد واثنين منتهى السهودة بمنتهى ايه السهودة يبقى اطبع لي x بتاعت object واتبع لي y بتاعت ايه ال object فيه ناس بقى مش تبكز مش تبكز في ال inheritance وتقول لا يا عام هيتطبع ايه هيديك error لان ال x تبع مين تبع لايه تم ال class there inherit منه كل حاجة class there ورث منه كل حاجة الراجل دلوقتي بقى ايه بقى تبعه فهنا x بيستخدم واحد معرف y بيستخدم اثنين معرف لما يقول لك هاتل قيمته هيقول لك واحد واثنين على طول السؤال اللي بعد ما يستخدمها كاسماء لمتغيرات كلمات كده محجوزة للغة خلاص قال لك بقى ايه كيوورد اللي مستخدمها عشان ايه طبعا يعني حاجة كده خلاص بعد كده what is has هتقول لي ايه ده اخدنا حاجة قبل كده اسمها وكان بيحزف الاتريبيوت ايه بقى هذا الاتريبيوت دي بقى عشان تشك ان هذا الاتريبيوت موجود ولا لا خلاص ايه to check if an attribute exists or not يبقى هذه المتود بتتأكد ان الاتريبيوت ده موجود ولا مش موجود خلاص مش بتحزف ولا بتاكسع الاتريبيوت ولا بتست موجود اتريبيوت لا هي بتتشك هل هذا الاتريبيوت ماشي كده بعد كده list with name R سوال من قسيات انت عندك list كده قائمة ماشي list with name اسمها R اه بتحتوي على خمس عناصر يبقى list جواها خمس عناصر you can get the second element from the list وانت عايز توصل للعنصر التاني ايه المشكلة عامة حاجة سهلة اول مش احنا اخدنا حاجة اسمها وقلنا list بتبدأ من الصفر يبقى العنصر الاول ندع على هذه list اقول له R وبينقصين between square brackets اضع صفر ده مين؟ ده هو هنا عايز the second element العنصر التاني سهلة جدا R وبينقصين واحد خلاص طبعا اللي مش فاهم في البتاعة هيجري ويروع يختار R وبين square brackets يضع طو ده العنصر التالت the third element هو عايز second element اللي هو R وبينقصين ايه واحد سؤال طبعا سهل وبسيط بعد كده what is true about inheritance in python ديك اربع جمل يقول لك ايه هو اصح حاجة او ادقي حاجة عن مبدأ الانهيرتنس مبدأ التوريس او الوراث هل الانهيرتنس ازا capability القدرة او اه درايف او درايف او اه او اه هل هو المقدرة ان او يشتاق او يورث خصائص اخر طبعا صح هل هو ات ريال ويرد الاشيبس هل هو بيمثل الاعلاقات في العالم الحقيقي يعني او يخلف ولد هل هو يسمح بإعادة الاستخدام اوبا كود يعاد استخدامه سيادتك هل تكتب الكود تاني ؟ لا انت كتبته في اول كلاس الكل اللي جاي هيوز منه بكل اللي فيه فانت مش هتحتاج تكتب كود تاني كل هذه العبارات كل ما تم ذكره صحيح كل ده يمثل ايه ؟ يمثل الانهيرتنس خلاص ؟ معتك لما تشايد الكلاس لما تشايد الكلاس تاني تجيبها تاني ايوه هم الكلاسات اللي بيورسوا البرانت كلاس والباس كلاس هو الكلاسات اللي نورس منهم نورس ايه منهم هنا بقول لك تشايد الكلاس هايورس يا عم من only one parent يعني ايه هايوردوس لي بي ده اسمه ايه ؟ اسمه سينجل انهيرتنس اسمه ايه ؟ اسمه سينجل انهيرتنس واي بعد كده ذا نقط برامتر ذا نقط برامتر برامتر ركس is a reference to the current instance of the class and is used to access variables that belong to the class يعني ايه ؟ بقول لك انا عايز البرامتر اللي انا بستخدمه والبيسون فيه مميز جدا انا برامتر انا برامتر كده بستخدمه عشان ايه ؟ يكون مرجع مرجع لمين ؟ current instance خلاص يعني بدلا ما يقولي شوية اجيب اسم وقل دوت كده ؟ لا اجيب ايه ؟ هذا البرامتر تعرف self على طول على طول خلاص يعني معلش هنرجع كده بالمثال اعتقد المثال ده بص كده اهو بص كده انا هنا عملت class a حلو وعملت فيه cross structure حلو وقلت self برامتر يعود على مين ؟ يعود على instance of this class اللي هو class a بدلا ما يقول class a لا بقول self تعالى ما اجيب عبر عن البروبرتز دعته self dot x يعني x اللي جوه class a بتساوي x يبقى self عادة على class يبقى هي عبارة عن instance من class a ايه ؟ طب self دي instance من class دير اهمنا ؟ كده جمعة ؟ طب طب اروح السؤال كده طب يبقى ازا ايه بقى البرامتر ؟ اللي هو عبارة عن reference مرجعية current instance of the class يبقى اسمه ايه ؟ he ismoo self حلو او كلام ده اخي السؤال بقى انا كده اخدنا 20 سؤال خدنا خدنا جميع انماط او اشكال اللي ممكن تتجيلك في الانتحان خلاص خدنا جميع الاشكال اللي ممكن تتجي لسعادتك في الانتحان تمام ؟ والفيديو ده ثق تماما ان هو هيفرق مع سيادتك جدا 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 يكفي ان هو ورا لك شكل الاسئلة نوعية الاسئلة اللي ممكن ايه ؟ اللي ممكن تتجيلك طيب هل هذا الفيديو فقط الاولي خاص تقول على كده السؤال ده in python all classes have a function called تقول لك كل الاسئلة اللي انا بكاديتها لازم يكون جواه function اسمها ايه ؟ the constructor اللي هو in it خلاص انت مش عايزة كلام طبعا في عندك انت روح بقى على الفورمات اللي احنا خدناها underscore انت underscore تو ها اه خلاص اذا هو ده الشكل بتاع function اللي مفروض تبقى جوا اي class كده يا جماعة طيب كده احنا خلاصنا خدنا تقريبا حوالي عشرين سؤال بيغطوا آه كافة الصور والاشكال اللي ممكن يجبلك بها الاسئلة جوا الامتحال طيب اعتقد كده وسيادتك بتذاكر ممكن تستنتج كل الاسئلة هتنمتحال طيب السؤال دلوقت ايه ؟ هل هذا القدر هل هذا القدر كافي ان انا اجيب امتياز الفيديو ده يخلينا اجيب امتياز طبعا عمر ما فيه امتياز هاي من فيديو اجيب امتياز ازاي في المادة ديات طبعا ان شاء الله انا واثق ان كلكوا هتنجحوا باذن الله باذن الله اه اه اتميز في او اجيب تأديفها ازاي رقم واحد البي دي اف الكواس جدا وكل كود زي ما قلت قبل كده يتجرط ويتشاف الصحة فين والغاط فين وعيد دان وزيد ايه مشكلة رقم اثنين خلاص الفيديو اسمعها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تمام واختم بهذا الفيديو الفيديو اسمعها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة عالي جدا مش اي مشاكل كده بالحضر دي كلها تقدر ان شاء الله تجيب تهدير وربنا وفق جميع ان شاء الله وافظه اشعر اشعر كش وواهر اشعر تشعر